الإمامة تطل برأسها من جديد تحت مسمى حراس الجمهورية بهذه العبارة يعلق محافظ تاعز الأسبق علي المعمر أجراس الخطر محدرا من مخطط جهنمي تموله دولة الإمارات بهدف إغراق تاعز في صراعات داخلية يكشف المعمر عن عمليات استقطاب لأفراد في الجيش والتجنيد لبعض أبناء مناطق الحجرية وتوزيع الأسلحة والأموال وتشكيل كيانات مشيخية عبر ضعفاء النفوس تمهيدا لحرب وصراع دائم بمزاعم وأوهام مختلفة على رأسها الانتقام للشهيد عدنان الحمادي ويشير إلى أن سواحل تاعز أصبحت عبارة عن دولة أخرى تابعة لقوات لا تخضع للشرعية وتتبع بشكل مباشر الإمارات ويقصد بذلك تشكيلة طارق صالح التي قال إنها أسقطت الجمهورية في صنعاء وجاءت للبحث عنها في سواحل تاعز وتهامة ومناطق الحجرية لكن الأخطر وفق النائب المعمري يتمثل بقيام تلك القوات بالسيطرة على أراضي شاسعة وبناء وحدات سكنية لأفرادها والبسط على أراضي الناس وإجراء عملية تغيير ديموغرافي بهدف السيطرة الدائمة على تلك المناطق الحيوية من تاعز كما هو الأمر في مناطق الحجرية حيث يتم استئجار منازل وشراء أراضي ودفع مبالغ طائلة بالعملات الأجنبية والبناء عليها ويرى المعمري أن هذه الأنشطة تتشابه مع السياسات التي اعتمدها الأئمة سابقا في كثير من المناطق التي تحولت إلى مناطق فيد وتوطين للعكفة ولعبت دورا في مساندة الأئمة وإخضاء هذه المناطق لسلطتهم وقد لعبت هذه البؤر دورا في مساندة الانقلاب الأخير ضد الشرعية ويشدد على أن انتهاج مثل هذه السياسات بشكل مدروس ومنسق سياسيا وعسكريا في هذا التوقيت بالذات في ظل الحرب ومع السمرار الجروح المفتوحة وبتمويل من أطراف معادية لتعز ليس سوى تأكيد بأن هناك من يطبخ لتعز مخططا جهنميا بحيث تضرب من الداخل عبر أبنائها وانتقد المعمري أداء السطط الشرعية بشقيها المدني والعسكري والذي قال إنه سمح بتحول بعض ألوية الجيش إلى ساحة للإستقطاب والتجنيد الخارجي لمصلحة أطراف معادية لتعز داعي الرئيس الجمهورية إلى سرعة اتخاذ الخطوات والإجراءات العسكرية الصارمة التي تمنع ما وصفها بالكارثة الوشيكة كما داع الرئيس أيضا بإصدار قرار بتعيين قائد لللواء 35 مدرع وفرض السلطة الشرعية على كافة مناطق الساحل وإعادة فتح ميناء المخى أمام التجارة والدفع باتجاه سرعة استكمال تحرير تعز وبعبارة شديدة اللهجة يؤكد المعمري أنهم لن يقبلوا بأي مجابهة من شأنها كسر ظهر تعز ولن يسكتوا إزاء المخططات التي تريد إعادة الهيمنة عليها تحت أي دريعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر